اشتركوا في القناة خلال صف 9 كانت تمر معنا من خلال الاستخراج كانت تمر معنا من خلال صف 10 من خلال الاستخراج وعندكم فكرة يعني كويسة عنها بس الآن رح نأخذها نجمع كل الحالات الممنوعة من الصرف من خلال هذه الوحدة نبدأ بما المقصود بالممنوع من الصرف افتح لكتابك يا أمي صفحة 36 وابدأ معاي يقصد بالاسم الممنوع من الصرف الاسم الذي لا ينون يعني لا يلحقه تنوين سواء كان تنوين فتح أو ضم أو كسر ويرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة إذن الفتحة تدل بدل الكسرة وتدل على الجر في حالة الجر هناك أسماء كثيرة وكلمات كثيرة تكون ممنوعة من الصرف نبدأ أن نقسمها على عدة أجزاء أول جزء منها أولا يمنع العلم من الصرف إذا كان إذن أول إشي بنا نبدأ يا شباب يا صبايا يا طلاب هبة الله يا أمي بالعلم ما المقصود بالعلم هنا؟ انظر في عنا عدة حالات أول إشي العلم المؤنث تأنيثا لفظيا يعني منتهي بعلامة التأنيث ويكون أصلا يدل على مذكر مثل أسامة قتيبة أو معنويا هو صحيح بدل على اسم بنت لكنه مش منتهي بعلامة التأنيث مثل عبير سحر هند وطبعا الأكيد والأولى أنه المؤنث تأنيث لفظي ومعنوي يعني منتهي بعلامة التأنيث اللي هي التاء المربوطة الألف المقصورة الهمزة وهو أيضا ما يدل على تأنيث حقيقي مثل كلمة عائشة، فاطمة، خديجة، سلمة، سلوى، هيفاء، سناء هذه الكلمات إذن هذه الأسماء من رد العيد أسامة، قتيبة، حمزة، طلحة هذه أسماء ممنوعة من الصرف ليش؟ لأننا بنقول عنها علم مؤنث تأنيثا لفظيا يعني منتهي بعلامة التأنيث اللي هي التاء المربوطة أو معنويا ما في علامة التأنيث يعني مش منتهي لها بهمزة ولا بألف مقصورة ولا بتاء مربوطة بس هو أيضا مجرد ما سمعت الاسم بتعرف أنه اسم بنت ذي العبير، سحر، هند والأولى الكلمات المنتهية بعلامة التأنيث عائشة، سلمة، هيفاء، إذن منتهي بتاء مربوطة منتهية بألف مقصورة ومنتهية بهمزة النوع الثاني من العلم أعجمي مزيد على ثلاثة أحرف ما المقصود بكلمة أعجمي؟ يعني لا جذر له يا عاشر، اتذكر يا أمي إني لما أقول لك أعجمي يعني لا جذر له ومعظم إسماء الأنبياء فكرة أعجمية إلا قليل منها وهي محمد ونوح ونطوع غيرها مثل إبراهيم، لاحظ كلمة إبراهيم ما إلها جذر نفس الوقت كثير، ما إلها يعني مش بس ثلاث أحرف لاحظ كم حرف عليها كلمة إسحاق، يعقوب وهذه هي الأسماء الأعجمية أيضا النوع الثالث مركب تركيب مسجي يعني ما أزبط تقول الجزء الأول من الإسم بدون ما ترفقه بالثاني مثلا لما تقول بيت ما تكمل، بيت لحم حضر موت، كفر هودا نيويورك، هذا ما نقول له تركيب مسجي أيضا على وزن الفعل شو يعني على وزن الفعل يا عاشر؟ يعني ما أقول أحمد هو اسم لكن ممكن أني أحطها بجملة منقول أحمد طالب في الصف العاشر هاي اسم علم وممكن أقول أحمد الله على نعمه هل أجت عندي فعل؟ فمعناته هذه هذا